شنو هي العملات الرغمية الكريبتو كارانسي التسمية الصحيحة هي الأصول الافتراضية شنو هي الأصول الافتراضية هي احنا ممكن نقول أصول أو أسدس افتراضية موجودة وين موجودة على السجلات عامة الكل يقدر يشوفها تستخدم هذه الأصول تغنية التشفير للتحقق وتأمين من المعاملات اللي تصير على هذه السجل وكذلك إنشاء وحدات جديدة وهذه السجل اللي الكل يقدر يشوفها قائم على بروتوكولات ونظام معين متفق عليه وهذه السجل اللي يسمونه البلوكشين شنو الفرق بين العملات الحكومية والعملات الرغمية ان السجلات في العملات الحكومية موجودة عند البنوك المركزية والسجلات مال العملات الرغمية موجودة عند الكل يقدر يشوفها من يخلي المعاملات مال هذه العملات في العملات الحكومية؟ هم مثلا الموظفين المحاسبين اللي موجودين في البنك المركزي ومن اللي يخلون المعاملات وهم يسمونهم المعدنين أو الماينرس وهذه المعاملات تقدر تشوفها بالثواني والكل يقدر يشوفها وما أحد يقدر يغير فيها أي شيء أول عملة رغمية لا مركزية تماماً تم الحصول عليها أو إنشاءها كانت البتكوين في عام 2008 والمحاولات كانت من 40 سنة مبتوب مبفقط في 2008 كان من 40 سنة إلى في 2008 يقدروا أن يحققون غاضي الحدث